اهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل من الأمور المعروفة لدى جميع البشر أن القوة شيء مطلوب يسعى إليه الجميع على مستوى الأفراد والجماعات وبقدر ما تكون الدولة قوية بقدر ما تستطيع حماية نفسها وتطوير ذاتها ومن أهم أسباب القوة التي تقاس بها الدول اليوم القوة الاقتصادية فاقتصادات اليوم هي من أهم المؤشرات إن لم تكن الأهم دلالة على قوة الدولة أو ضعفها وهنا لابد لنا من التساؤل ما علاقة ديننا بالاقتصاد لمناقشة موضوع الدين والاقتصاد يسرنا نستضيف فضيلة الدكتور منذر القحف أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات العالمية مرحب بكم فضيل الدكتور أهلا وسهلا أخ خذيفة بارك الله فيك أعزكم الله دكتورنا لو بدأنا بسؤال أولا هل علم الاقتصاد علم توصيفي أم تقييمي يعني معظم الاقتصاديين اليوم يزعمون أن علم الاقتصاد هو علم تحليلي وبالتالي يعني يطفون عليه صفة العلم أما الأكثر عقلا منهم والأكثر أيضا يعني حداثة بمعنى الذين أدركوا الحياة المعاصرة اليوم يقولون علم الاقتصاد هو علم توصيفي فقط وهو علم مليء أيضا بالتأثر بالمحلل أو الباحث أو الاقتصادي أو الكاتب إن شئت أن تقول نفسه يتأثر كثيرا به وبكثير من الأحيان لا يشعر الكاتب أن ما ينتجه متأثر بذلك فهي يعني مشكلة الحية التوازن بين هذا وإمكانية الخروج من المأزق ماضي الكاتب وأفكار الكاتب عندما يكتب هذه ليست في الأمور السهلة أبدا في الاقتصاد وليه أيضا في العلوم الاجتماعية الأخرى وليس فقط في الاقتصاد بس الاقتصاد الحقيقة هو علم وصفي وصفي نعم دكتور ما علاقة الدين إذن بعلم الاقتصاد يعني شوف الاقتصاد يريد أن يجيب على أسئلة ماذا ننتج ولماذا ننتج ولمن ننتج هذه الأسئلة ماذا ننتج ماذا ننتج وكيف ننتج ولمن ننتج إذا كنا ننتج في المآل للمستهلك لأنه هو الذي سيستعمل هذا الإنتاج صحيح فإذن المستهلك يتأثر بكل العوامل التي يتأثر بها البشر لأنه هو إنسان مثله مثل أي إنسان آخر مخلوق فهذا الإنسان بكل تأكيد يعني له دين حتى لو كان دينه هو اللادينية فهو له دين له موقف فكري مسبق وموقف عقدي بهذا المعنى مسبق وهو يتأثر به لذلك بكل تأكيد أنا أقول ليس فقط الإسلام يؤثر أو ينتج علما للاقتصاد خاصا به يمكن أن نسميه الاقتصاد الإسلامي بل كل دين آخر فنحن نقول أيضا الاقتصاد المسيحي واليهودي والبوذي والهندوسي يعني كل الناس أفكارهم تنتج اقتصاد فإن كان الاقتصاد بمعنى نظام اقتصادي هنا إذا كانت أفكارهم متأثرة بالدين كثيرا فهي تنتج أفكار متأثرة بذلك الدين فهو إذن اقتصاد مسيحي أو يهودي أو اقتصاد إسلامي بالنسبة للاقتصاد الإسلامي يختص بشيء لا يوجد في غيره وهو أن هذا الدين لم يقدم فقط النصائح والتوجهات العامة والأخلاقية والموضوعية لسلوك الإنسان ولكنه قدم أيضا تفاصيل كثيرة يعني لم يقل لنا فقط افعل الخير كل الأديان تقول افعل الخير بس الاقتصاد الإسلامي أو الدين كإسلام عرف ما هو الخير لم يكتفي أبدا بأن يقول افعل الخير عرف الخير مثلا خذ مثال الحديث اللي يقول مردت فلم تعدني جئت فلم تطعمني عطشت فلم تسقني هذه المعاني تحدد ما هو معنى الخير معنى الخير العناية بالآخرين الآخرين قد يكونوا مخلوقات عامة غير بشرية أو قد يكونوا بشر أيضا فهم إذا ما يكونوا بشر يشتركون معي ليس فقط بأنهم من مخلوقات الله يشتركون معي بالأخوة الإنسانية لأنه مثلي مثلهم يعني أنا لي عينين ولهم عينين أيضا فنحن متماثرون إذن فالعناية بالآخرين عرفها الإسلام على أنها من أهم فعل الخير مثلا أمر آخر لما يقول امتنع عن الظلم كل الأديان تقول تمتنع عن الظلم ولكن الإسلام جاء عرف أن أخذ الفائدة على الدين الزيادة في الدين ظلم بنص القرآن الكريم فهي ظلم وبالتالي يعني لم يكتفي أدى أبدا بأن يدعونا للامتناع عن الظلم ولكن الإسلام يعرف بعض أنواع الظلم بشكل محدد دقيق مثل مثلا الربا الربا هو زيادة في دين والزيادة الدين لا يزيد فهو ظلم ظلم للحقيقة ظلم للآخر الذي يؤخذ منه الربا وظلم لواقع الحياة لأنه لم ينتج شيء جديد حتى تأخذه لكن المستقرد ربما ينتج شيئا المستقرد ينتج بجهده وبملكه لأما الدين الذي هو الزيادة تنشأ على الدين والزيادة تأخذ على الدين والدين لا يزيد بطبيعة ولا ينتج قيمة مضافة في المجتمع فهو ظلم بكل جوانبه فإذن هنا المنع الربا في الاقتصاد الإسلامي ليس مماثلا لمنع الظلم في الاقتصاد اليهودي أو البوذي أو النصراني أو غيره لأن هناك علامات بمعنى آخر أنا أشبه هذا بالرسوم التي تقدم للأطفال لتعليمهم الرسوم كيف توضع لهم نقاط ويقال للطفل مهمتك أن تصل هذه النقاط مع بعضها فعندما يصل النقاط بشكلها الصحيح يتكون الشكل المطلوب فهنا أيضا هناك علامات نقاط للتفكير بمعنى ثوابت الاقتصادي الإسلامي بمعنى ثوابت في الاقتصاد الإسلامي سميها ثوابت يعني نصوص 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 قدمت لنا يعني نقاط محددة بعضها مواعظ محددة اتجاه وليس شيء يعني أمر ذاتي وبعضها نصوص واضحة المعاني ممكن نعطي أنفلة بعناوين فقط نعم يعني فقط عنوين منع الغرر في المعاوضات تمام فهذا لم يرد مثله في النصرانية ولا في اليهودية ولا في البوذية فمنع الربا جاء في الأديان الغرر بمعنى الجهل الجهل التي تؤدي إلى احتمال الأضرار الربا جاء تحريم الربا في الأديان الأخرى السماوية على الأقل في اليهودية والنصرانية ولكن أيضا جاء بضعف وليس بالقوة التي جاء بها والوضوح الذي جاء فيها في القرآن الذي عرف الربا بنص القرآن وهذا لم يوجد في أي دين آخر الربا هو ما يتاب عنه في الآية 279 من سورة البقرة فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم الزيادة فوق رأس المال في الدين هذا هو الربا تعرفها الآية اكتب لو سموها فوائد بنكي مهما كان اسمها هذا كله ربا عرفتها الآية الزيادة في الدين فوق رأس المال هذا هو الربا وعرفتها القرآن وليس في البيع لأن البيع مباح إذن هذه النقاط اللي وضعتها وضعها الدين الإسلامي الحقيقة تعطينا نموذجا من النظام الاقتصادي أيضا محددا ومختلفا جميل بتفصيلاته وليس بمبادئه سنفرد حلقة كاملة إن شاء الله عن النظام الاقتصادي نعم جميل سنفرد حلقة عن الأديان الأخرى دكتور لو أردنا يعني بما أننا دخلنا بتعليم الدين هناك موضوع عمارة الأرض وهناك مفهوم الزهد والتحذير من الارترار بالدنيا كيف نوفق بينهما لتحقيق تنمية اقتصادية شوف يعني هنا في إجابة سريعة جدا أقول أزهد لك وليس لغيرك يعني بمعنى أنا يمكن أن أزهد باستهلاكي أنا الشخصي ولكن لا أزهد نيابة عن غيري فأقلل عليه فإذن أنا كحكومة مثلا من واجبي أن أربها الناس بأكثر ما يمكن أما لو أنا كنت كمسؤول في هذه الحكومة فزهدت في نفسي بما أستهلك هذا أمر طيب فهو إذن ليس الزهد بالتقليل على الناس وإنما الزهد بالتقليل على نفسك فقط وليس على أهلك حتى يعني التقليل على الأهل من العيوب وليس من الزهد أما التقليل على نفسه زهد فقلل على نفسك قد يقول قائل دكتور هذا التوجيه بالقرآن والسنة المشحون بالأمر بالزهد والمتلقين لو كل مسلم طبق هذا على نفسه سينشأ مجتمع ضعيف اقتصادياً لا الحقيقة سينشأ مجتمع الناس فيه يترفهون ولكنهم يستمتعون بما يحصلون عليه بمعنى أنه إذا أنا وفرد قللت من استهلاكي بكل تأكيد لا أقلله إلى حد الشح الزهد يعني يختلف اختلافاً كبيراً عن الشح حتى الشح على النفس أمر مستكرة ومذموم فالزهد بمعنى أن تخفف عن نفسك وأن تستبدل ما تستهلكه أنت باستهلاك للآخرين وبنفع للآخرين يعني لاحظ أهم تعريفات الزهد في النص الذي يقول ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت والرابع ليس لك هذا هذا للوارث أيكم أحب إليه ومال وارثه أحب إليه من ماله هذا للوارث وليس لك إذن الزهد عليك وأن تأكل أحطر مهمة دكتور لكن نسمح لنا بفاصل قصير ثم نستكملها إن شاء الله طيب أعزائي المشاهدين فاصلوا قصير فابقوا معنا أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور منذ القحف حول الدين والاقتصاد فضيلة الدكتور كنتم تحدثون عن مفهوم الزهد وكيف يتطور عندنا مسألة بالمجتمع الإسلامي وهي موضوع أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وكل شيء مقسوم ومقدر حتى يعني وصل للثقافة الشعبية أصبحوا يقولون لو ركض تركته لحوش غير رزق ما بتحوش طيب في ظل هذه الأفكار المتشرة في المجتمع كيف نحقق مجتمعا ناميا مزدهرا متقدما اقتصاديا يعني باختصار الحقيقة أنه يعني هذا الكلام ما نسميه في الاقتصاد بعد الحدث وليس قبل الحدث بعد الحدث ما أصابك من الرزق هو ما كتبه الله لك ولن يكون غير ذلك أما قبل الحدث فأنت مطلوب منك من مقصود بالحدث هنا يعني قبل تحصيل الرزق قبل حدث العجارة التي قمت بها أو المصنع الذي أسسته أو العمل الذي أنجزته قبل الحدث قبل هذا قبل أن يحصل لك الرزق مطلوب منك أن تسعى وانت من أدراك ما الذي كتب لك فلا تعرف الذي كتب لك إلا بسعيك الجاد الكثير بأقصى جهدك يعني بمعنى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فلابد لك منها من هذا السعي أما بعده ماذا كانت النتائج هناك عوامل كثيرة جدا تؤثر على تلك النتائج فقد تكون النتائج رزق غدق كثير أو قد تكون رزقا قليلا فلو كانت رزقا قليلا هذا قضاء الله الرضا بقضاء الله بعد أن يحصل قضاء الله وليس قبل القضاء لأنك لا تعرف ذلك القضاء قبل فكيف تقول أنا أرضى به من قبل وغير معروف هنا يجب أن يراجع نفسه ربما لم يبذل جهده كما ينبغي بكل تأكيد إذن بذل الجهد لتحقيق أقصى منفعة هذا المعنى يعني نجده في القرآن الكريم ونجده في السنة أيضا بشكل واضح لا يشبع مؤمن من خير حتى يكون منتهى الجنة فإسعى إلى الخير دائما في كل مجال إذن كيف يعني نظن أن التوكل على الله أو أن الرزق في يد الله معناه التقليل من السعيد حقيقة المجتمع الإسلامي شوف عوامل التخلف إذا انتشرت في مجتمع تبتأ بأفكاره أولا ثم تنتشر إلى سلوكه فهذا السلوك هو سلوك تخلف وليس سلوك النظام الاقتصادي الإسلامي أو سلوك الأفكار الاقتصادية التي يطرحها الإسلام كدين الأفكار الاقتصادية التي يطرحها الإسلام كدين هي بالعكس أن تبدل أقصى جهد لتحصل على أكبر نتيجة أما لما تحصل النتيجة وتقع هذا أمر آخر لأن عوامل كثيرة أخرى خارجية تدخل في ذلك وليس فقط سعيك عند ذلك نعم الأمر صحيح تماما مثل فكرة لغالب إلا الله لغالب إلا الله بعد أن تغلب أما قبل أن تغلب عليك أن تبذل كل جهد حتى تغلب ولا تغلب جميل دكتور موضوع النظامين الاقتصادية المتشرين في العالم النظار النظام الحر الاقتصاد الحر أو النظام اليساري أو النظام المنضبط أو العدالة الاجتماعية التي ينادي بالعدالة الاجتماعية يعني على درجاته هذان هما النظامان الشائعان في العالم الآن أنتم تنادون بنظام الاقتصادي الإسلامي عادة الذين ينادون بالنظام الاقتصادي الإسلامي يأتون لنظام الحر ويضعون له الطربوش الإسلامي يشرعنونه أو يأتون إلى النظام اليساري ويضعون له الطربوش الإسلامي ويشرعنونه برأيكم ما هو فعلاً النظام الاقتصاد الإسلامي وما هي مؤخذاته على النظام الحر والنظام اليساري يعني الحديث عن النظام الاقتصاد الإسلامي بكل تأكيد يجرنا إلى الحديث عن النظام المؤسسي الذي يقوم عليه هذا النظام البنيان المؤسس للنظام وهذا أمر يحتاج إلى تطويل الحية لا يمكن أن يعطيه حقه بهذه السرعة نحن نظرنا لكم محاضرة حول النظام يعني أرجو أن يرجع إلى تلك المحاضرة في هذا أما باختصار ماذا نأخذ على النظامين لو قلنا نظامين حيهم أكثر من نظامين لأنه نظم متعددة ودرجات متعددة من هذين النظامين لكن كمذهبين كبيرين يوجد غير هذين المذهبين يعني هم المذاهب الاشتراكية هي بين الشيوعية وبين الرأسمالية وهي كثر أيضا على تدرجات لكن ككتر رئيسية هذا أما النظام العالمي الآن من الناحية النظرية يدعو بكل تأكيد إلى العدالة العدالة الاقتصادية والعدالة السياسية كنظام عالمي صحيح هذه العدالة تنتكس أحيانا ببعض التصرفات مثل تصرفات ترمب مثلا في قضايا العدل مع الناس الأفراد المهاجرين من المكسيك ومن أمريكا الجنوبية ومن غيرها لم يقم بعدل معهم وناقض ما يدعو إليه الدستور الأمريكي وما تدعو إليه الثقافة الأمريكية أيضا بأن العدل مع الإنسان واحترام حقوق الإنسان هي من الأمور الأساسية جدا في الدستور الأمريكي وفي الثقافة الأمريكية الفكر السائد مع ذلك خالفه بعدم العدل مع المهاجرين فتحصل هذا ويحصل بكثير من الدول ويحصل بحكومات في بلدان إسلامية أيضا مثل هذا الظلم لأنواع كثيرة من الناس كما نلاحظ يعني الاستبداد السياسي وعامل من عوامل الظلم فإذن العدل أيضا أساس بالنظام الاقتصادي الإسلامي ولكن أنا أقول أنه النظام الاقتصادي الإسلامي بسبب استقائه من نصوص هي أساسها الوحي سواء القرآن الكريم أو السنة المطهرة بسبب استقاء النظام من هذه النصوص يعني استطاع أن يتخلص من التناقضات التي وجدت في النظام الرأسمالي والتي وجدت أيضا في النظام الشيوعي لنأخذ الشكل الأقصى المقابل مثلا وجود الربا مع القول باحترام حقوق الملكية هذا تناقض لأن الربا بطبيعته هو تحويل للمال من شخص إلى آخر وتحويل دون أن تكون هناك زيادة في المقدار المال الاجتماعي لو استعملت التعبير المبسط لكلمة الانتاج القومي في الدولة كلها الإجمالي فوجود الربا مع وجود احترام الملكية الخاصة فيه تناقض النظام الإسلامي منع الربا حتى يحمي الملكية الخاصة فحمى الملكية بأنك ليس لك الحق بأن تأخذ من مال الآخر دون أن تنتج زيادة في المجتمع في المقدار المال في المجتمع ربما يقال وإن كان غير موضوعنا ذكره لكن ربما يقال أنني جمدت مالي والمال قابل للنماء عندي مقابل أنت أن تستفيد منه وتنتفع منه وربما تنميه فمقابل هذا التجميد أنا أخذ الزيادة بس هذه الزيادة أنت أخذتها زيادة في دين وليس زيادة في استهلاك أو زيادة في إنتاج والدين لا ينتج زيادة كونك جمدت مالك كما لو جمدته في جيبك فهل تأخذ من جيبك زيادة على ما جمدت؟ لكن هنا يوجد مخاطرة ربما المدين لا يرد الدين بس هذه مخاطرة مخاطرة لما تسمى مخاطرة اعتمان كريديت ريسك وليست مخاطرة إنتاج فبالتالي يعني هي لم تنتج شيء فكيف تأخذ من أين تأتي هذه الزيادة؟ والآخر الذي استفاد من القرض لو استعمله للاستهلاك فهو لم ينتج شيء جديد فمن أين ستأخذ هذه الزيادة؟ طبيعتها أنه أي استعمال للمال في شيء لا يزيد المال الاجتماعي يلي يعني استعملت العبارة لتعني الإنتاج القومي الإجمالي لم يزد هذا فمن أين تأتي الزيادة؟ هنا ظلم ما أريد أن أعود إلى معنى الظلم بس معنى التناقض لأن هذه الزيادة لا تخرج إلا من مال الشخص الآخر فهنا نحن ضحينا بحماية الملكية الفردية لأننا سمحنا بوجود الربا فالنظام الإسلامي لم يسمح به نعم بقي معنا دقيقة دكتور لو أردنا أن نلخص ما أخذكم وإن كان موضوع طويل جدا على النظام اليساري واليميني يعني هناك نقطتين أساسيتين بالنسبة للنظام الرئاسمالي النقطة الأولى أن عدم وجود التناقضات في حماية الملكية الخاصة وبنفس الوقت سماح ببعض المعاملات يلي منها الغرر أيضا منها القمار مثلا والقمار في الأسواق المالية هو نوعا من قمار أيضا يلي تسمى المضاربة بالتعبير ليس بالتعبير الفقي وإنه التعبير الاقتصادي فهذا واحد والأمر الآخر هو الأخلاق التي تحيط بالسلوك وتحدد معالم السلوك للشخص الرئاسمالي وهي الأخلاق التي تسمى يعني السعي للربح دون ضابط أخلاقي هذا أمر أيضا غير مقبول دول النقطتين أهم نقطتين والنظام اليساري؟ والنظام اليساري؟ هو أهم نقطة فيها عدم احترام الملكية الخاصة ونتائجها والنتائج الملكية الخاصة أن سعيك نتائج سعيك لك وليس لغيرك أنت يمكن أن تعطي غيرك برضاء نفسك وتعطيه ما تعطي والأخلاق العامة تحثك على أن تفعل ذلك ولكن أن أخذ منك جزءا من مالك دون وجه حق هذا أنتقاد أول هذا النقطة الأهم والنقطة الثانية هي القرار المركزي يعني إهمال أهمية السوق الحرة وحرية التدافع في السوق فأيضا يعني اتخاذ القرار المركزي أحيانا ينتج مساوئ كثيرة وما استطاعت الصين أن تتقدم إلا بعد أن عادت إلى استبعاد القرار المركزي وأتاحت للسوق نشاطه وأن يحدد السوق هو الذي يحدد ما هي السلعة التي تنتج بما هي السلعة المطلوبة في السوق هذين العاملين يعني التقليل من أهمية السوق كثيرا في الحد الأقصى للنظام الشيوعي ومنع السوق يعني نهائيا في النظام الشيوعي والتقليل منه في الاشتراكيات والثانية هو عدم إهمال الاحترام الدقيق والشديد للملكية الفردية جميل دكتور الحمد لله مع الأسف فاتل يعني انتهى الوقت لكن سنخصص إن شاء الله حلقة عن معالم النظام الاقتصاد الإسلامي بإذن الله تعالى شكرا دكتور وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسنا متابعتكم دمتم بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر وسقيها شكرا دكتور